كيفية هروب مثل هكذا كبار فاسدين من مراكز الأمنية هل هذا يدلل على ضعف القيادات أم فساد هذه القيادات بسم الله الرحمن الرحيم بداية خلينا نسمي الأمور بمسمياتها من أجل أن نصل إلى نقاط مهمة عسى أن تكون هي حلول لهذا الموضوع أولا هذا يسمى خرق أمني ما عدنا غير تسمية في هذا الموضوع لكن نسأل هل هذا الخرق الأمني هو وليد هذه الأيام أو وليد هذه اللحظة لا عزيزي هذه الخروقات موجودة عمليات الغروب تكررت في العراق في أزمان سابقة وأزمان قريبة قبل سنتين وثلاثة طبعا الأسباب هي مؤلمة وكثيرة إحنا ما نجي نحمل اليوم قسم يحملون وزير الداخلية أو قسم يحملون القيادات العليا في هذا الموضوع طيب يعني شنو نريد يسوي الوزير الداخلية أو القادة العام نفسه السيد محمد الجيع يعني هو يوقف يروح يوقف مثلا في مراكز الشرطة هل من المعقول ذلك طيب الضباط شنو واجباتهم العرفاء المفوضين الموجودين هناك بالحماية شنو واجبهم لا هذا الكلام غير منطقي الحساب يكون تدريجيا نزولا ثم صعودا إلى هذا الموضوع يعني رجل على اتهامات كثيرة وموجود في سجن في منطقة محصنة في كرادة مريم وانتو تعرفون داخل منطقة الخضراء يعني حتى اللي يطلع منها هناك سيطرتين تفتيش في هذا الموضوع سواء على اليمينة أو على الشمال في هذا الموضوع وبالإضافة لذلك هاي السيطرات متعبرك إذا ما عندك باج والباج مو أي باج أكل باج الأزرق اللي مع سيارة حماية ومع ستة الباج الأخضر ما ممكن أن تدخل إذا وياك مجموعة طيب إذن بداية اللي موجود عنده باج يتيح له الدخول بعجلتي مع مجموعة من الأشخاص هذه نقطة رأى السطر إذن الموضوع هناك جهات تمتلك مثل هذه الباجات هي اللي استطاعت أن تهرب طيب الموضوع الآخر يعني رجل متهم هم سألنا به أنت عشرة أيام صار عشرة أيام من صدر قرار سجن أربع سنين سألنا لماذا لم تحوله إلى سجن وزارة العدل فأتى جواب بأنه قسم قانونين قالوا لحد الآن لم يكتسب القرار الدرجة القطعية لكن هل هذا يعني بأنه نخفف الموضوع عالية يعني نخفف السجن عالية تنقل لنا أخبار كثيرة أنه هذه السجون أصبح بها أنواع وشكال من الولائم والهواتف وكل شيء موجود في هذه السجون فنادق خمس مجوم كما وصفت يعني أستاذ سرمد لذلك اتخاذ قرار مسل وزراء بأنه التجديد على هذه السجون أرى بأنه قرار مهم جدا ويجب أن ينفذ سريعا وأن تكون كل السجون سواسية في عمليات الاعتقال وعمليات السيطرة على الأمن في هذا الموضوع ماذا بخصوص التداعيات التي من الممكن أن تتركها عملية الهروب هذه لسيما على مستوى الأداء الحكومي إلى أي مدى حالة أو عملية التهريب هذه يعني زعزعت من حالة الثقة بالمشهد الحكومي بالمنظومة السياسية والأمنية أيضا في الدرجة الأساس إحنا سيدتي هسا المشكلة الآن أنه هل هناك مشتركين سياسيين مشتركين في عمليات الهروب هذه ما هو إذا كان موجودين سياسيين ومشتركين في عمليات هذه الهروب أنا لا أريد أن نقول فلنقرأ على بلدنا السلام لكن أقول بأنه هذه يعني كارثة الكوارث هناك سخرية في الشارع العراقي من هذا موضوع الهروب هناك من استغل هذا الموضوع لتسقيط الوزير أو لتسقيط الداخلية أنا لا أقول بأنه الداخلية غير مقصرة لا مقصرة لكن عمليات الهروب تحصل طيب كيف نسيطر إحنا على نفوس الناس اللي ممكن أن يتلقوا الرشاوي ما هي الدولة مؤسساتنا كلها يعني إحنا ما أريد نتكلم كلام مؤلم لكن الرشوة أصبحت واقع حال في هذا الموضوع معاملت سواء بكل المؤسسات لا أستثني أي مؤسسة كل المؤسسات بها ملفات وملفات فساد وملفات رشاوي سيد محمد الشاعدة يشتغل على هذا الموضوع يعني الله يساعدهم يعني إحنا هسا بالوقت اللي قرأت التقرير ما لكم على قرأة نهر الإمام شوفوا كم مشكلة عندنا الآن بناحية النصر حرب طاحنة موجودة انتشرت الفيديوهات قتل وذبح وما دولة مثل حرك ساكن في هذا الموضوع قبل يومين تلاهذة أيضا كانت حرب طاحنة قرأة نهر الإمام يقول لك سلات غذائية ما عندنا طيب هسا إحنا في ظرف صعب شوية عندنا بحبوحة في النقود المفروض نوفر سلة غذائية كاملة للمواطن أقلها من أجل أن يسكت المواطن من يشوف أكله وشربه وتمنه ووصل يمه والمواد الغذائية أقلها يهدأ المواطن شوف نتجه بهذا الاتجاه أنظر كم خرق أمني عبد نيسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر